لا يزال أصحاب المركبات عبر شبكات الطرقات العابرة لمدينة برج بورريج يعانون مشاكل الاكتظاظ والازدحام في حركة المرور خاصة بعد إطلاق أشغال التهيئة وإنجاز مشاريع أنفاق وجسور عبر محاور عديدة من اللي بدأوا المشروع هذا تعال نفاق هذا رأيه اكتظاظ كبير وعننا هنا مخرج هذا الجهة الغربية التي تروح المجانة اكتظاظ كبير من حيث السيارة يعبره ولو كله مرع منه نخطيش دخول ذو كان عني تاكسي هنا يعني تاكسي على تاكسي علينا أنا اني واحد في ربي في لدينا يخدمه لها فيل وقسمه بالله ما كانش مشيه المشكل هذا دفع بالسائقين إلى سلك طرقات فرعية عبر الأحياء السكنية ما خلف حالة من الاستياء بين السكان وإحنا هنا التجار اللي رأنا هنا نضررين بزيف ونحاوسوا على تحويض الضرر اللي رأنا فيه وان كي ما رأك تشوف طريقة رأي ولات مع جوارا وان كي هنا هنا خمسين والله ستين محل اللي رأي خلات قوة ولادها ملقات شباش توكلهم الشرق نيوز نقلت انشغالات المواطنين إلى والي برج بوري ريج احتجوا المواطنين واستقبلتهم وكنا متفاهمين الوضع قال لك يا ولدي احنا لما غلقتوا الطريق رئيس حقيقتنا التجارة تعنا يعني تقدر تقول راحت زيادتنا على هذه الغبرة احنا التزمنا معهم زوج نقاط المواطنين تعبوا السنسا وكنت استقبلتهم في مكتبي اولا قال التاريق غلقناه حقا اللي ضرورة لكن في المستقبل القريب راح نفتحوه وراح نعاودوله للقودة وهذا ما تم فعلا اخرا تانيا قال بالنسبة للدارايب انتوما بالنسبة للتجارة تعكم حقيقة وزفية تليزي احنا واش نديرو ديرونا طعم الركور قدمونا الطعم احنا ندرسوه مع المدرية المعنية اللي هي مديرية الدرائب عاصمة الولاية تحصل وحدها ازيد من خمسمائة سيارة اجرى بالاضافة الى حافلات النقل الحضري وحوالي الف سيارة اجرى غير مرخصة تتجول بمدينة البرج بشكل مستمر نهيك عن قاصدها من الولايات والبلديات المجاورة